كمان يعني كلنا زعلنا كجماهير النادي الاهلي من إصابة نجمنا أكرم توفيق قطع في الرباط الصليبي كلنا نتمناله الشفاء العاجل كلنا بندعمه وإن شاء الله يرجع إن شاء الله يرجع مرة أخرى ويرجع بسرعة زي ما رجع أول مرة ويبقى أحسن من الأول لعيب عنده عزيمة عنده إرادة راضي بقضاء ربنا أكرم طول عمره راجل في الملعب وبره الملعب وده اللي تعودناه منه أكرم من أفضل اللاعبين في النادي الاهلي اللي بتقدي بروح وإخلاص كل اللعيبة بتقدي بروح وإخلاص ولكن أكرم من نوعية اللعيبة اللي أنت يعني تحطه في الملعب وتسيبه من غير ما تقوله تعمل إيه فترة دي طبعا فترة صعبة جدا على النادي الاهلي غيابه أكيد مؤثر لإنه لاعب من تراث فريد وده مش معلان نحن بنقلم من قيمة أي لعيب تاني لا بالعكس عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في كل اللعيبة اللي بتلبس فنلة النادي الاهلي ولكن إن شاء الله أكرم يرجع النادي الاهلي بينهي الإجراءات في أسرع وقت علشان يسافر للنمسا للخضوع العملية الجراحية عند نفس الدكتور اللي عمله العملية الأولية الرباط الصليبي اللي هو في الرجل التاني وده طبعا حسب الاتصالات مع الطبيب النمساوي والدكتور أحمد أبو عبلا إن شاء الله أكرم حيسافر قبل نهاية الشهر لإجراء العملية كل التوفيق طبعا لعيبة النادي الاهلي ونتمنى نتمنى بإذن الله الفترة اللي جاية ما يبقاش فيه إصابات وربنا يحفظ الجميع